سيدنا علي رضي الله عنه عندما تزوج سيدة فاطمة كم كان مهره؟ بنت مين؟ بس شو كان مهرها؟ درع قل له يا علي أعطيها درعك أسأل سؤال الدرع رجال أم لا ستاتي؟ رجالي فأعطاها الدرع لما روح البيت مين لبسه؟ سيدنا علي بس لأنه مالي ومالك مشترك أنا مالي ومال زوجتي مشترك بالمحبة طبعا لابنجيج عندي الذمم لا هي الذم مالي وأنا الذم مالي كل واحد له الذم مالي منفصلة ولكن سيدنا علي دفع المهر درع النبي عليه صلى الله عليه وسلم سأل واحد عن زواجه قال له تزوجت قال له تزوجت قال له فماذا كان المهر؟ قال أوقيته من فضة والأوقية مش 250 جرام زي اللي نحكي عنها الأوقية هو مقدار يعني زي ما تقول سبع دراهم تساوي أوقية قال أوقيته فقال بخ بخ أخ أخ يعني كأنما تنحتون من جبل أنت كاين تقطع من جبل فلوسه تدفع؟ شوها؟ اعترض النبي بصفته رئيسا للدولة وصفته حاكما مش بصفته النبوية صفته النبوية قنطارا اه اعترض بصفته الاجتماعية شو اللي أنت رح تخربط البلد هيك رح تخربط الناس رح تغير الأعراف رح تغير المجتمع رح تغير مزاج الناس كأنما تنحتون من جبل شوها؟ ولذلك درع فاطمة مهر فاطمة خير خلقي أحب الناس إلى خير خلقي الله صلى الله عليه وسلم كان مهرها درعا وصحابي كان فاتحا كان مهر زوجته نعلان وصحابية ثالثة مهرها خاتم من ذهب وصحابية رابعة كان مهرها قل هو الله أحد فخلفوا لنا رجالا فتحوا الدنيا وإحنا اليوم زيطة وزنبليطة وأعراس وحفلات ومضيعين القدس ومضيعين حالنا